أهلاً وسهلاً بكم أعزائي تلاميت في رحاب مدرساتكم مدرسانات درسنا لنهار اليوم هو دائماً في مقطع الحساب الحرفي سنتعرف على كيفية حذف الأقواس في عبارة جبرية حذف الأقواس في عبارة جبرية أولاً في عبارة جبرية يمكن حذف القوسين الغير متبوعين بعلامة في أو قسمة بشرط يعني عندما تكون لدينا عبارة جبرية يمكن حذف الأقواس الغير متبوعين يعني لا يوجد قبل الأقواس أو بعد القوسين علامة في أو علامة قسمة بشرط نحذف القوسين المسبوقين بإشارة موجبة دون تغيير إشارات الحدود داخل القوسين ونحذف القوسين المسبوقين بإشارة سالبة مع تغيير الإشارة لكل حد موجود داخل القوسين سوف نرى مثال عن ذلك المثال الأول في هذه العبارة الجبرية وهي ثلاثة قسمة 2 في 4 زائد 3 نراحض أن القوسين متبوعين بعلامة قسمة يعني بالقسمة وبالتالي لا يمكن نزع الأقواس في هذه العبارة الجبرية لا يمكن حثف الأقواس لماذا لا يمكن حثف الأقواس؟ لأن هذان أو هذ القوسين متبوعين بالقسمة مثال رقم 2 2 في 5 زائد 1 كذلك هنا لا يمكننا حثف الأقواس لماذا؟ لأن القوسين متبوعين بعلامة في ونحن قلنا في القاعدة أنه لا يمكن حثف القوسين المتبوعين بالقسمة أو في إذن نقول أنه لا يمكن حثف الأقواس مثال آخر 3 زائد 5 زائد 2x ماذا يساوي؟ هذا القوس متبوع بإشارة زائد وبالتالي يمكننا حثف القوسين دون تغيير أو دون إحداث تغيير في الإشارة ماذا نجد؟ نجد 3 زائد تبقى على حالها نحذف القوس تبقى 5 لهي مجابة زائد 2x ثم نقوم بعملية الحساب 3 زائد 5 يساوي 8 زائد 2x مثال آخر x زائد 2 ناقص 3x هذان القوسين متبوعين بإشارة موجبة متبوعين بزائد وبالتالي عند نزع القوسين لا نحدث أي تغيير في العبارة التي توجد داخل الأقواس إذن نحذف الأقواس ونترك العبارة على حالها x زائد تبقى على حالها ننزع القوس ونترك 2 نترك ناقص 3x لم نحدث فيه تغيير وننزع القوس ثم نقوم بعملية الحساب x ناقص 3x يساوي ناقص 2x و2 يبقى على حاله إذن بعد تبسيط هذه العبارة الجبرية نجد 2 ناقص 2x الآن لدينا 7 ناقص 3x ناقص 4 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن القوسين متبوعين بإشارة سالبة وبالتالي نقوم بمثلاً 3x لديها إشارة موجبة نعكس هذه الإشارة إذن نحذف الأقواس مع عكس كل إشارة يعني إحداث تغيير لإشارات الأعداد الموجودة داخل الأقواس 7 ناقص 3 3x عفوا إذن 3x كانت موجبة تصبح ناقص 3x ناقص 4 كانت سالبة تصبح زائد 4 ثم نقوم بعملية الحساب 7 زائد 4 يساوي 11 وناقص 3x مثال آخر 3x مربع ناقص 2x ناقص 7x مربع زائد 5 نلاحظ أن القوسين متبوعين بإشارة سالبة وبالتالي سوف نحدث تغيير في الإشارات عند نزع الأقواس فنتحصل على 3x مربع 2x كانت موجبة تصبح سالبة فتصبح ناقص 2x 7x مربع كانت سالبة تصبح زائد 7x مربع و5 كانت موجبة تصبح سالبة ناقص 5 نقوم الآن بتبسيط هذه العبارة تبسيط هذه العبارة معناه حسابها 3x مربع زائد 7x مربع يساوي 10x مربع وناقص 2x عفوا ناقص 2x لا يوجد عدد نحسبه معها وناقص 5 تبقى على حالها إذن النتيجة هي 10x مربع ناقص 2x ناقص 5 نمر أعزائي التلاميذ إلى تدريب اكتب كل عبارة من العبارات التالية بدون أقواس ثم بسطها العبارة الأولى هي A يساوي ناقص 4 زائد ناقص x زائد 3y B يساوي 7 ناقص ناقص x زائد 2y C يساوي 3x ناقص 2x زائد 1 D يساوي 12 ناقص 2 ناقص 4a زائد 3a ناقص 5 E يساوي 6 زائد ناقص 4a زائد 3 ناقص 2 ناقص 5a زائد B نقوم الآن بحثف الأقواس في هذه العبارات الجبرية العبارة الأولى نلاحظ أن القوسين متبوعين بإشارة موجبة وبالتالي يمكننا حثف الأقواس بدون إجراء أي تغيير فتصبح لدينا A يساوي ناقص 4 ناقص x يبقى على حاله زائد 3y يبقى حاله هذه العبارة مبسطة فلا يمكن تبسيطها أكثر من ذلك نمر الآن إلى العبارة B لهي 7 ناقص ناقص x زائد 2y نلاحظ أن القوسين متبوعين بإشارة سالبة وبالتالي عند حثف الأقواس نقوم بتغيير في الإشارة فنتحصل على 7 يبقى على حاله ناقص x تصبح زائد x وزائد 2y تصبح ناقص 2y هذه العبارة مبسطة لا يمكن تبسيطها أكثر من ذلك العبارة C تساوي 3x ناقص 2x زائد 1 هذان القوسين مسبوقين بإشارة سالبة وبالتالي نحذف الأقواس بدون إجراء أي تغيير فتصبح لدينا C يساوي 3x بإجراء تغيير لأن الإشارة سالبة قبل القوسين إذن 2x موجبة تصبح ناقص 2x وزائد 1 موجبة تصبح ناقص 1 إذن تصبح لدينا C يساوي 3x ناقص 2x ناقص 1 3x ناقص 2x تساوي H منه العبارة C تساوي H ناقص 1 العبارة D هي 12 ناقص 2 ناقص 4A زائد 3A ناقص 5 بالنسبة للقوسين في المرحلة الأولى مسبوقين هما مسبوقين بإشارة سالبة وبالتالي عند نزع الأقواس يحدث تغيير إلى العبارة الموجودة داخل القوسين فتصبح 12 2 بإشارة موجبة تصبح بإشارة سالبة أي ناقص 2 ناقص 4A تصبح زائد 4A أما بالنسبة للقوسين في المرحلة الثانية فهما مسبوقين بإشارة موجبة وبالتالي لا يوجد تغيير أو لا نجري أي تغيير بالنسبة للعبارة الموجودة داخل القوسين فنكتب زائد 3A تبقى على حالها وناقص 5 تبقى على حالها ثم نجري الحسابات 12 ناقص 2 يساوي 10 و10 ناقص 5 يساوي 5 4A زائد 3A يساوي 7A إذن العبارة D تساوي 5 زائد 7A العبارة E وهي 6 زائد ناقص 4A زائد 3 ناقص 2 ناقص 5A زائد B القوسين في المرحلة الأولى مسبوقين بإشارة موجبة وبالتالي عند حف الأقواس لا يحدث أي تغيير داخل العبارة الموجودة بين القوسين فنكتب 6 ناقص 4A زائد 3 أما في المرحلة الثانية فالقوسين مسبوقين بإشارة سالبة فيحدث تغيير على العبارة الموجودة داخل القوسين وهي ناقص 2 2 أصبحت ناقص 2 ناقص 5A أصبحت زائد 5A وزائد B أصبحت ناقص B ثم نجري الحسابات 6 ناقص 2 تساوي 4 4 زائد 3 تساوي 7 ناقص 4A زائد 5A تساوي A وناقص B تبقى على حالها فينتج لدينا E يساوي 7 زائد A ناقص B وهي عبارة مبسطة أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية حصة اليوم شكرا على حسن المتابعة والإصغاء لا تنسوا أن تضغطوا على زر الجرس وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد إلى اللقاء